اهلا بييكم معنا وقضية الحد النهاردة يوم الحد دايما بيكون عندنا قضية جديدة وخصة جديدة ومحاكاة للدراما مع الواقع النهاردة مش قضية ولكن النهاردة احتفالية جميلة من نايل دراما بصاحب الايام طه حسين النهاردة بنحتفل او يوم 15 قدم ان شاء الله نوفمبر هنحتفل بذكرى طه حسين طه حسين عميد الادب العربي رجل انجبته مصر وولد في صعيد مصر كان له ظروف خاصة جدا كلنا كان عارفينها وهو ظروف كانت توحيطه بسبب الجهل بسببه فقد بصره لكن طه حسين هو المثال اللي لازم نحتازي به جميعا ولازم نضعه نبراسا امامنا في كل اعمالنا في كل مخططاتنا في كل اهدافنا لانه قدر انه يتحدى كل ده ويبقى شخصية عملاقة نحتفل بها حتى بعد مرور مئة عام على ميلاده النهاردة بنتكلم عن واحد حقق النجاح كبير جدا اعتلى وزارة من اهم الوزارات وقتها هي وزارة المعارف قدر يتحدى فقدان البصر في الصغر وحافظ القرآن كاملا ودرس بالأظهر ثم تحول الى دراسة المواد الطبيعية وقدر بعدها ان هو يسافر لفرنسا تابع بعثة من مصر وحصل على الدكتوراه ورجى بعدها ليعتلي اهم المناصب بسببه احنا النهاردة عندنا مجانية التعليم بسببه احنا النهاردة بنتكلم ان التعليم كالماء والهواء كما قالها عميد الادب العربي طه حسين كتب الكثير من المقالات والقصص والكتابات والتحليلات والدراسات لكن بعضها او البعض القليل منها تحول الى دراما سواء في الدراما او في السينما عرفنا قصة طه حسين من خلال سيرة الزاتية اللي هو كتبها بنفسه وهي الايام والايام تقدمت مع عملاق الفن المصري الراحل احمد زكي في سيرة زاتية من ابدع السيرة الزاتية اللي تقدمت في دراما تلفزيونية طه حسين ولد عام 1889 في شهر نوفمبر او 15 نوفمبر 1889 رحل عن عالمنا في 28 اكتوبر عام 1974 عن عمر يناهز 85 عام هنروح مع بعض لفقرة تسجيلية عن صاحب الايام طه حسين ونرحب قبل ما نروح لهذه الفقرة بديوفنا معاينة طبعا استاذة مهة عون وهي ابنة عميدة اسرة طه حسين اهلا بك يا مهة من ورانا وحفيدة طه حسين يعني او ابنة حفيدة طه حسين بنت حفيدة طه حسين اه يعني ده شرف جميل جدا واعتقد ان كتير جدا منه يتمنى ان يكون في هذه المكانة لكن مبروك عليك بسي رمي خليك شكرا اهلا بك يا مهة من ورانا اهلا بك ومعانا طبعا استاذ يوسري السيد الكاتر الصحفي ورئيس تحرير جريدة الجمهورية اهلا بك يا مهة من ورانا بك يا مهة من ورانا هنروح مع بعض لصاحب الايام ونرجع نبدأ حالا حلقتنا مع ضيوفنا الكرام طه حسين من سيرته الذاتية التي صاغها في ادبه وقدمتها الدراما هو العملاق العبقري الذي لم يفقد بصيرته يوما انه الكفيف الذي كافح ليبصر الملايين بنور العلم حاصرت ايام حياته كل الصعاب نشأ في مجتمع مطقع الفقر والضنق والجهل رحل اخوه الاكبر وحاصره الجهل والمرض ومع الجهل فقد نور بصره ولم يفقد ايمانه وحدد هدفه جيدا وظل يردد ان العمى عورة يجب ان يوارى عجزها بان يكون معجزة طه حسين ابن الصعيد المهمل فهو ابن قرية عزبة الكيلو في اغوار مركز مغاغا بالمينيا فقد بصره طفلا فانطلق عقله واستدراكه لكل ما حوله في الدنيا اعتمادا على نهم في تحصيل المعارف والعلوم الانسانية واطلق لنفسه العنان في الخيال والتخيل الذي امتزج بفلسفة تعيد صياغة الواقع وانطلق فكر الفتى الازهري طاه حسين بعد ان ترسخت جذوره ودرس في الجامعة المصرية ثم حمله نبوغه وطموحه الى اجتياز الافق فكان منطقيا ان يعبر كل الحدود وينطلق الى مدينة النور باريس هناك في فرنسا بلد سارتر وفيكتور هوجو ولا مارتين انفتح طاها حسين على ثقافة وفلسفة الفكر الانساني المتمد ومزجها بتاريخه وجذوره الشرقية والعربية كاضافة واضفاء على عراقة الادب العربي الرائع هناك في فرنسا وجد الفتى نفسه وادرك كيف ينتصر ويعلو فوق اعاقته ويجتازها لا هو لم يجد نفسه وحسب ولكنه ايضا قد وجد نصفه الاخر سوزان يا له من تجاوب وقصة حب اظهرت ايامه وبددت يأسه رجاءا وسمودا وصارت سوزان هي عيناه التي طرى له وقلبه الذي عرف قيمة الحب ورقي المشاعر وعالمه الذي رأى فيه ان التعليم حق من حقوق الانسان كالماء والهواء وظل يحلم ان يعمم فكرة ان يتم اتاحة العلم والتعلم للجميع فلو كان من حوله قد اصابهم قدر من التعليم لما علجوا مرض عينيه بجهل ادى به ان يفقد بصره اغنية تيتر الايام من اجمل الاغاني اللي احنا بنسمعها ويمكن دايما بترجعنا كده لشجن السنين الماضية ولكن مع ثقل الموضوع اللي تقدم من خلال مسلسل الايام كنا بنتكلم على معاناة تحولت الى نجاح منقطع النظير من خلال رواية الايام طاح سين العملاق الادبي الذي فقد بصره ولكن سعادته البصيرة في تخطي كل الصعاب هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا وبشرف بيكم مرة تانية أستاذ يوسي أستاذ مهة أهلا بيكم واسمحني طبعا أبدأ بحفيد طاح سين وعايزة أتكلم الأول على الشعور الخاص بيكي واحنا بنكلم على طاح سين دلوقتي في البداية وأكيد طبعا الواحد فخور جدا انه هو يبقى له اي صلة بطاح سين بس بالذات في الايام اللي احنا فيها دي لان طاح سين بالنسبة لي انا ويعني اللي احنا تربينا عليه ان طاح سين بيمثل استقرار للفكر وحرية الفكر دايما نتربينا ان كل واحد لازم يبقى له رأيه واللي مستقل به واللي مبني على معلومات هو واثق منها ومش مجرد ان احنا نسمع الناس تانية قالت ايه فنقول زيها او نقرأ رأي حد فخلاص دايبا رأينا ففي الايام دي بالذات احنا يعني انا بفتكر طاح سين كتير علشان فكرة استقلال الفكر وحرية الفكر وكمان ان احنا يبقى عندنا حرية في النقد وحرية في الكلام وحرية في كل حاجة ايه امثلة الحرية التي تقدمت لك من خلال يعني معاشرتك لكل ما يخص طاح سين هو طاح سين اتوفى سنة 73 فأنا معاشرتوش ولكن طبعا من اللي بسمعه من والدتي الله يرحمها وبقيت العيلة خالي وخالتي طبعا هي من اكتر الحاجات اللي يعني بنرجع لها فكرة ان الانفتاح والحوار مع الحضرات الاخرى بالذات الحضرات الاوروبية وان دايما برضو بفتكر ان اللي هو كتبه في مستقبل الثقافة في مصر ان البحر الابيض المتوسط ده مش صور بالعكس ده الوصلة ما بيننا وما بين اوروبا وان احنا تاريخنا في مصر ليس فقط تاريخ عربي اسلامي وده طبعا مهم جدا كتاريخ مصر لكن ايضا تاريخ يوناني وجريجي ومتعدد الثقافات وقدي اهمية ان احنا نعرف تاريخنا بنفسنا ما نقراش التانين كتبوا لنا عن تاريخنا لكن احنا نتعلم الابت واليوناني ونقدر نقرأ تاريخنا لو احنا بندرس تاريخ ده احنا لو لسه ماشينا على نهج تاريخ حسين في التعليم يعني او في النادبين للتعليم هنقدر نقرأ بنفسنا ونقدر نبحث بنفسنا بالزبط بالزبط هو النهج انه هو لا يقتصر على التعليم وانما نتكلم بصفة عامة عن الثقافة الثقافة بواجهة عام احنا دلوقتي بقينا في المدارس بنحفظ ونضلق في الامتحان وننسى كل حاجة زمان برضو دلوقتي مبقاش فيه ولا حفظ ولا داله مقاش فيه اصلا منظومة يعني الاول كنا بنعاني بدأ طب مها انتو كم يعني هو فيه كم حفيد لطاع حسين هو حفيد حاليا ورس طاع حسين احنا خمسة وطاع حسين كان له ابن وبنت بنته امينة مارجريت وهم حرسوا طبعا ان الولادي كون يوم اسم عربي واسم فرنسي لان زوجته كنت فرنسية وهو سعيدها على ده اه طبعا هم كانوا متفقين على ده والابن الاصغر مؤنس كلود ومؤنس كلود كان متزوج ودي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش كان متزوج من بنت الشاعر احمد شوقي وانجابه امينة امينة مؤنس طاع حسين الوحيدة فينا اللي عندها اسم طاع حسين في اسمها وهي حاليا عايشة في فرنسا هي ولدت وعايشة في فرنسا ومسؤولة عن مدحف الفنون الاسيوية هناك وامينة دي بنت خالك لا انا جايلك لي انا هي دي تبقى حفيدة طاع حسين من ابنه اه اوكي تمام وبعد كده امينة خلف التلاتة سوسن وحسن ومونة سوسن وحسن عايشين في القاهرة خالي وخالتي ولو بيتفرجوا بسلم عليهم ومونة والدتي الله يرحمها اتوفت وانا ليه اخ اسمه جمال فبالتالي احنا خمسة جمال وانا وسوسن وحسن وامينة اه يعني انتي بنت امينة انا امينة تبقى جدتي اه يعني يعني بنت طاع حسين تبقى جدتي اه وانتي بنت مونة بنت امينة ابنة كلود او مونس لا اخت كلود كده هتلخفض معلش معلش لا احنا كنا عارفين برضو ان طاع حسين ليه بنت اه ما هي بنت هي امينة اه والولد مونس والولد مونس وامينة تبقى جدتي اه اه كلكم قريم لطاع حسين ولا ما فيش اكيد اكيد بس مش كل الاعمال للأسف للأسف انا يعني انا والدتي كانت بتالي من اكتر الناس الشغوفة في كراءات طاع حسين لانها كانت بترجم له كتبه الى الانجليزية اه الترجمة دي اقري فيمكن انا يعني قريت له كتب علشان يعني كانت بتاخد رأي بتاخد يعني رأيي طبعا انا كنت عيلة فما ليش رأيي بس يمكن بتشارك اه بس بس احنا قريناه له اه انا قريت له اعمال كتير ولكن مش كل الاعمال يعني ما قريت لهش مثلا هو له هو كان من الحاجات الكتير بيعمله انه هو بيترجم الاساطيرية اليونانية والاعمال الفرنسية للعربي فانا الاسف لسا ما قريت لهش الترجمات دي لكن طبعا قريت له قصص كتيرة زي دعاء القروان والمعذبون في الارض اكتر كتاب بحبه الايام ومرأة الاسلام وعلى هامش السيرة وكتير يعني استاذ يسري احنا امام يعني رجل يعني ليس له مسير اعتقد ان هو لم يتكرر حتى الان في مصر رجل بكل يعني مفارقات التي حدثت له في حياته سواء التعليمية او النفسية او الاجتماعية او الاقتصادية او حتى لما بدأ يكون اسرة وتزوج من السيدة سوزان ورجال مصر يكتب عنها في اعماله فاعتقد ان رجل نادى بالتعليم وهو من حصل على التعليم بمجهوده الذاتي مع كل هذه الصعوبات لم نرى رجل يعني مثله قد تكرر في تاريخنا المعاصر فممكن ازاي نستثمر يعني مثل هذه الشخصية ونبني عليها او نبني على مبادئها هو طبعا اولا سعيد ان انا قاعد مع حد من ريحة او انا والله لادة اسباب سبب اولي ان احنا كلنا ابناء الثقافة العربية اللي الدكتور طاع حصين احد اركانها الاسسية الجزء التاني جزء مهني انا صحف في جدد الجمهورية والدكتور طاع حصين كان احد رؤساء تحليل جدد الجمهورية فانا كنت بمشي في المبنى القديم لجدد الجمهورية وجدد الجمهورية لما اتعملت عشان تكون لسان حال صورة 23 يوليو اهتمت اول ما اهتمت انها تكون صحافة رأي مقدما من بدري قوي ان تبقى جدد الجمهورية جديدة رأي فخدت او انضم لها كل كتاب مصر العمالك فلدرجة ان انا كنت وانا بمشي في طرقات جديدة الجمهورية كنت بقى تحسس قدمي وبتحسس البلاط اللي بمشي عليه اقول لحسن يكون هنا ميشي طاع حصين لحسن يكون لا ابعد كده شوية لحسن هنا ممكن يكون ميشي يحيى حقي لحسن يكون ميشي لويس عوض لحسن يكون ميشي محمد منذور يوسف ادريس سعد الدين وهبة فطاع حصين واحد من الناس اللي انا كنت لما اجي اتفاخر ان انا بشتغل في جريدة كنت بتفاخر واحد انها جريدة ترخصها باسم جمال عبد الناصر اتنين ان انا في جرنان كان رئيس تحريره طاع حصين وعمالك من العمالك الجزء التاني في مسألة التحدي يعني الجزء العبقرية اللي طاع حصين مش عبقريته واحنا بنقسها دلوقتي لأ المفروض وانا بقيس في السياق التاريخي السياق التاريخي لما حررت بريسكوري انه هو من مواليد 1889 لما ينتقل للقاهرة سنة 1902 مثلا ويبدأ يخش لازهر يبقى حد عنده 14 سنة او من 12 ل 14 سنة فيسيب قريته في المانيا ويجي القاهرة في الأزهر غريب غريب وكفيف فتخيالي يعني الغربة التي لا يستطيع أن يتحملها أحد دي نمرة واحد دي نمرة اتنين كف بصره فتخيالي داخل لعالم مجهول غريب لا يراه ومع ذلك عزمته وإرادته الإرادة والتحدي عنده أنه هو يخترق هذا العالم عشان يوصل لأفاق تانية يعني هو الكفيف اللي هو حاب أو حاول يكف عننا جهلنا تخيالي جهلنا ده من مبكرا من ساعة ما هو ما بدأ يشك هذا المدمار التعليم يذكر لي أيضا أنه هو يعني تقريبا يعني ما فيش قبله ما أعتقدش أن فيه قبله كفيف خد دكتوراه بهذا الشكل ما فيش سواء كانت أول واحد يخذ دكتوراه أصلا من الجامعة الجامعة المصرية لا أنا بقولك كفيف كمان يعني تخيالي كفيف وفي الجامعة المصرية هنا الأسطورة يعني أنت دلوقتي ما تيجي تقسيها دلوقتي هتلاقي فيه فيه ناس كتير يعني مكفوف البصر خدوا دكتوراهات دلوقتي بس كان النموذج بتاعهم من هتلاقي طاعة حصين صحيح يعني النموذج يعني أي حد يقولك أه ده طاعة حصين خد وما زال حتى الآن فإذن يذكر له الريادة الريادة في هذا المجال أنه هو كان الأول في هذا المجال وده اللي بيحسب دايما للعظماء أنه هو يكون الأول في هذا المجال المجال المهم جدا أيضا أنه هو زي ما قالت الأستاذة أنه هو مش أي حد يقول لي أي حاجة صدقها هو تمثل وتشرب منهج ديكارت منهج الشك أنه هو يشك في أي حاجة إحنا قاعدين في الستوديو لا طب وليه إحنا قاعدين في الستوديو ده طب إحنا ممكن نكون قاعدين في الهيلتون إيه الدليل يبدأ يدور آه ده ده فيه كاميرات ده الكاميرات دي ما بتبقاش موجودة في فندق بهذا الشكل يعني هو فقدانه لحاسة البصر هي الخليطة يعني يتبنى ويبقى حذر هو حذر أساسا يعني دايما الكفيف هو متحسس فيبقى شاكك ممكن إيه العصر اللي ممكن يقع فيها طوبة اللي ممكن كذا مين اللي جاي مين فهو فكرة إنه هو المنهج الديكارتي ده كان منهجه أساسا في الشك في الحاجات في الحقائق والحاجات اللي حواليه علشان يوصل لليقين اللي هو عاوز وده اللي وقعه في مشاكل كتيرة جدا من أول الشعر الجاهلي وغيره وغيره دخله في مشاكل لا حد لها حين مثلا قال حاول يوصل أو حاول يدرس الشعر الجاهلي ووصل أو قال ساعتها إن الشعر الجاهلي شعر منحول والشعر ده كتب بعد الإسلام وغيره وغيره نحن نتكلم فيه لأنه ده كان من المشاكل اللي وجهته ووجهته ووجهته مع الأزهر مباشرة ليه دخل في ده دخل في ده لأنه لا يؤمن بالمسلمات ودي نمر واحد نمر اتنين أنت بتقولي نتمثله إزاي إحنا مصر في أشد الحاجة لتمثل طاقه حسين واحد إن مصر لن تنهض أبدا إلا بحركة تعليم قوية جدا وهو صاحب الجملة الشهيرة التعليم يجب أن يكون كالماء والهواء اتنين إن مصر الآن في حالة من حالات الضبابية لن أقول حالة من حالات العامة لكنها حالة على الأقل من حالات الضبابية تحتاج لتحدي طاقه حسين إنه يخترق هذا الضباب ويخترق هذا التحدي عشان يوصل لمستقبل أفضل يليك بمصر محتاجين طاقه حسين إن البحث العلمي البحث العلمي فيه فرق كبير جدا من إنك تبقي متعلمة ولا تبقي مثقفة ولا تبقي باحثة علمية هو ده اللي محتاجين من طاقه حسين نهيك طاقه حسين في هذه الظروف الراهنة إن احنا نخش في أفاق بحث علمي طريق بمصر كل ده هنتكلم فيه أستاذ يوسري لكن أنا بس عايزة أرجع لنقطة تولي رئاسة جريدة الجمهورية أو تحرير الجريدة الجمهورية كان سنة كام؟ وكان المنصب ده قبل إيه أو بعد إيه تقريبا؟ هو بصي هو الجديدة اتعملت في ديسمبر 53 في سبعة ديسمبر وإحنا هنحتفل خلال سبعة ديسمبر اللي جاي بستين سنة من عمر الجمهورية زي ما إحنا بنحتفل دلوقتي بمية أبعة وعشرين سنة على ميلاد طاقه حسين يعني أنا لا أحبش ذكر الوفاة لأن الوفاة دية العظماء لا يموتون والقمم لا تموت لكن يسكر الميلاد فأنا مية أبعة وعشرين سنة على ميلاد طاقه حسين هذا العام فأنا الفترة دي فترة زي ما قلت لحضرتك كان أنت عارفة الصورة أيمة بعنفوان فعملة جريدة تكون لسان حالها فلابد أن تنضم إليها كل القمم كل القمم عاوزين يبقوا لسان حال هذه الصورة لسان حال هذا الشعب اللي قام بهذه الصورة أو اللي دعم هذه الصورة اللي قام بيها الجيش في الفترة اللي فاتت يعني صورة قام بيها جيش والشعب التف حواليها زي شعب دلوقتي قام بصورة والجيش حماها في 25 يناير فأنا الفكرة دي فكرة أن وجود هؤلاء العماليقة على جريدة الجمهورية كان بمثابة أنه زي ما قلت لحضرتك أنه يحولوها مبكرا إلى صحافة رأي وإحنا كنا طلعين أياميها في جرائد أديمة زي جرائد الأخبار والأهرام وجرائد عريقة في القدم فإزاي تطلعي لسان حال صورة بشكل جديد صحيح فطلعنا بهلوع القمم وقمم ديروا الجم علشان يعملوا منارة اسمها جريدة الجمهورية كل المؤسسات دلوقتي يعني بتذكر القمم وبتذكر الأسماء الكبيرة العظيمة اللي أسست أي مؤسسة وكأننا نعيش فقط على أطلال الماضي لا 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 ما بنعيش على الأطلال حضرتك إحنا بنعيش على الأطلال الماضي لأن إحنا حاليا بنعيش مش بس دلوقتي يعني في العشرين، تلاتين، أربعين سنة اللي فاتوا وإحنا بنعيش في أن إحنا ما بنديش مجال لحرية الرأي نديش مجال للتعليم يعني الطفل من هو بيخش المدرسة بيتعلم أنه ما يفكرش بيتعلم أنه يحفظ هبدأ بعانكي في نقطة ديماها بنقطة أنت إتربيتي في بيتك على أي أساس على الأساس المصري ولا الأساس المتشبع شوية بالنهج الأوروبي ولا على مبادئ طه حسين اللي أعتقد أن الأبناء ورسوها وهي هي هو حبيكي السؤال نفسه يعني الأساس المصري أو الأساس المتشبع من النهج الأوروبي بكأن أن فيه فرق وهو اللي طبع حسين بالزبط اللي حاول يقوله أن يا جماعة لا فيش فرق أن بالعكس إحنا تاريخنا مهم جدا أن إحنا نعرف أن إحنا عندنا علماءنا وعندنا يعني هو عمل الدكتوري بتاعته عن ابن خلدون وقبل علاء المعاري وعندنا أدبنا وعندنا طراثنا ليه إحنا مش بندرسه ومش عارفين قيمته وبنتعلم عنه من الغرب لأن داخلت علينا حاجة ما تسمى بالعادات والتقاليد والتراث يعني بلاش التراث العادات والتقاليد اللي أطفت يعني النوع من أنواع العيب والحرم والحلال واللي صح واللي ما يصحش خدت كل هذه العملاقة وكل هذه الأسس الجيدة في التعليم اللي ممكن يحط لبنة لأي دولة بشكل قوي وودتها لطريق تاني كده مختلف بس هقول لحذيك حاجة يعني أنا شخصياً وأنا عارفة إن في العلاب يتفقوا معايا يعني بدأي جداً نفسين لما تسأليه أي حتى حسين ياه دا كان كفيف وعمل حاجات يعني صعبة جداً يعني أيوة حسين كان كفيف لكن هو يعني حتى لو حد ما كانش كفيف الأفكار اللي هو وصل لها والحاجات اللي هو كتبها والمناصب دي حتى لو ما كنتش كفيف دي برضو صعب إنك توصل لها؟ بالزبط بس يزاد الإعجاب يزاد الإعجاب بقى أبدأ يعني مع عدم ولقامة الظروف وقتها بس برضو يعني فيه يعني التغطية لطار حسين ساعات بتكون بطريقة سطحية بفكرة إنه نحن عارفين إنه كان كفيف وكتب كتب وخلاص طيب لن نختصر يعني طار حسين في فقدانه حاسة واحدة من الحواس بالزبط فنتعامك شوية في أفكار طار حسين يعني زي ما بقول لحذيك التعليم مثلاً هي أكتر حاجة معروفة إنه قال العلم كالماء والهواء إن ده حق من الحقوق وكان من قضايا كتيرة اللي بيتكلم فيها الفرق في المستوى الاجتماعي في مصر معاناته الشخصية معاناته الشخصية آي بس بنتكلم على مصر كوطن إن فيه فروق اجتماعية كبيرة جداً وهو قالنا من أهم الطرق إنه نقلل الفروق دي هو التعليم والثقافة وإن ده من حق كل الناس فعايز أرجع لنقطة إن إحنا مش نقتصر التعليم على مجرد التعليم ولكنه ثقافة عامة يعني كتاب مستقبل الثقافة في مصر وهو سياسته التعليمية لو نقدر نقول عليها كده بيقول الإمتحانات مش مفروض المفروض تكون وسيلة لهدف الثقافة وما تبقاش هي الهدف زي ما هي دلوقت إن من الحاجات اللي مفروض نركز عليها أكتر إكراءة خارجية أهمية المدرس وندي المدرس إمته وحاجات دلوقت يعني خيالية مش موجودة خالص وهو تولى وزارة المعارف سنتين بس يعني سنتين بس وفي السنتين دول هم من 1950 قبل الثورة يعني عمل بالتعاون طبعا مع الوزراء التانين مجانية التعليم ووجبة في المدارس ناس كتيرا ما تعرفش ندخلوا وجبة في المدارس عشان ساعد الفقرة إن هم يقدروا يخش في المدارس بنوا مدارس كتيرا جدا فكانت ميزانية التعليم وقتها لما هو كان وزير معارف 15% من موازنة الدولة بالوقت يقل من 4% يعني قد إيه إن التعليم مهم جدا لبناء أي دولة أو أي أمة كانت 15% النهاردة 4% يعني في أمس الحاجة لوجود تعليم قوي للنغض يعني إحنا في دولة مفروض الصحة والتعليم ياخدوا معظم يعني أقول لها بيك حاجة جنوب أفريقيا بعد الأبارتايد طبعا كان فيه فروق كبيرة جدا ما بين السود والبيض صحيح علشان يعوضوا ده نسبة الموازنة العامة اللي رايحها التعليم كانت 40% من أعلى النسب في العالم ودلوقت جنوب أفريقيا طبعا تعتبر من أكتر دول متقدمة في أفريقيا ويعني فرق كبير جدا يعني أنا وأنا بتكلم أستجيوسي مع مها حاسة أن إحنا يعني أمام عملاق كبير جدا لو كان عايش النهاردة وكان شايف المشاكل الكبيرة اللي احنا فيها أعتقد أن هو ما كانش هيغير مبادئ بس كان هيحزن مبكرا يعني لا هو يعني أنا مثلا من ضمن المفارقات اللي أنا بقف قدامها أحيانا التواريخ أحيانا التواريخ بتبقى قدرية بس الواحد أحيانا بيفسر نحن بنرجع لورا يا أستاذ يوسي القوي يعني لا أنا مثلا فكرة أنه هو مات 28 أكتوبر 73 فأنا أحيانا كده الخيالي يا شط بيا ده مرضيش يموت لحد ما يحصل للنصر يعني حصل انتكاست 67 اللي هزتنا فمرضيش يموت لما يحصل وحرك عارف أنه هو الليلة اللي قبل وفاته خد أكبر جائزة اللي هي جائزة في المتحدة للحقوق الإنسان كنت الليلة اللي قبل وفاته فأنا فكرة طه حسين دايما ما بقول لحضريكا ما بقف ده ما بقف كتير فكرة أنا حتى الأستاذة ماهو هي بتتكلم على فكرة أن البعض بيبص لطه حسين بسطحية أنه هو الكفيف اللي كذا لا دايما زي ما قلت الريادة بيبقى لها دور مهم جدا أنك أنت تخيلي تبدأي يعني تخيلي أنت دلوقتي لو أنت بتبدأي مثلا علم جديد ما كانش حد سبقك لي وقد بقى لحضريك فتخيلي حينسب ليكي وحيبقى تعبك أنك أنت بتنحتي في صخر في المفيش فتخيلي بقى لما يبقى واحد زي الدكتور طاها كمان البصر بيخصمه يعني البصر بيخصمه تخيلينا نحي نقطة البصر عشان برضو ما نكلمش فيها فقالت لهم ده شارع مهم جدا في مدينة خاص بنجيب منه لبس وكذا فالمسألة ليست لها علاقة بطاها حسين فقط يعني أنت لما بيقى فيه ثقافة ضحلة وفيه تستيح في التعليم فالمسألة بالطول الكل المهم إحنا أنا لما بكلم على طاها حسين لما قيمة طاها حسين أن البعض طبعا يراه أنه هو واحد من قدرة من أهم قدرة التنوير في مصر وفي العالم العرب أعداء المعسكر المنغالك يقولك ده عميد التغريبيين لكن هو فتح عينينا على الغرب صحيح خدنا على الغرب علشان نشوف الغرب شال الفجوة اللي بينا وبين الغرب شال الغمامة وغير الغمامة كمان التفاوض التفاوض إحنا غير متفاوضين إحنا مش تحتهم مفوق زي ما قالت معها إحنا عندنا عمالقة في الأدب وفي التراث وفي العلوم المختلفة يجب أن ننظر لهم لنعرف قيمتنا الحقيقية غير 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 أصلي أنت مصر أنت مصر يعني إحنا للأسف الناس فقدت يعني الإحساس لا مش الثقة الإحساس بأنهم ينتموا لبلد اسمها مصر مصر دي لما تيجي تتكلمي مثلا في الغرب لما تيجي تتكلمي على النحت اليوناني والنحت الإغريقي والنحت اللي مش عارف إيه الله ده مرمال الفراعنة النحت اللي نحتوا من قبلهم بمليون سنة ده كان شكله إيه يعني أنت مصر فلذلك حتى الدكتور فطه لما جيه يتكلم وده طبعا الانتقاد اللي كان موجه ليه أن مصر ما تبصلهاش في المحيط العربي لا مصر بصلها في محيط العمق البحر المتوسط لأن أنت ثقافتك ثقافة أكبر من ثقافة عربية ثقافتك أكبر من ثقافة قبطية صحيح ثقافتك أكبر من ثقافة إسلامية أنت مصر دي ببطقت حضارات كبيرة جداً كل الحضارات جات لها وأثرت فيها وتأثرت بيها لذلك طه حسين أنا زي ما بقول لحردك أنه رسخ حتى للخلاف الفكري مبكراً إحنا دلوقتي ما فيش اتنين ممكن يتحوروا مع بعض حوار إلا ما يقوموا يمسكوا في خناق بعض فتخيل الحوار كان بيوصل بينه ما بين الدكتور طه حسين وبينه ما بين أحمد شوقي يعني أنا المعلومة اللي قالتها الأستاذة أن مؤنس اتجوز بنت أحمد شوقي دي فسرت لي حدا نقدية أنا ما كنتش عرافة أنا الحوار يمكن أن يكون حوار فكري فقط ولكن اللي هي حوار شخصي آه لا غير كده أن الدكتور طه حسين والعقاد والمزني ومجموعة كانت بتهاجم أحمد شوقي بشكل كبير جداً على اعتباره لأدة أسباب أنه هو شعر القصر وطبعاً كان فيه دايماً بيبقى الحسية دي ثانياً على مستوى اللغة والنقد كانوا بيروا أن أحمد شوقي اللي هو أمير الشعراء العرب أنه هو وقف عند مرحلة مهينة لابد أن الشعر تطور وطبعاً طه حسين جايب إيه؟ جايب الشعر الغربي بقى والشعر الفرنسي وكذا والمسألة اللي هي بعيداً عن اللغة فحصل صدام الذي استمر في الصدام العقاد لكن طه حسين وقف عند مرحلة مهينة أعتقد أنه بعد ما تجوز لا ما تجوز بنته بنت أحمد شوقي ممكن تكون أحد التفسيرات أنها قد تكون غير دقيقة لكن طه حسين دايماً أنا مثلاً أذكر له معركة كان يقف فيها إلى جانب الشعراء بشكل كبير يعني معركته مع طه مع العقاد تخيالي خش في معركة مع العقاد عشان إبراهيم ناجي إبراهيم ناجي صاحب أسط الأطلال للمشاهدين اللي ما يسمعوش يعني عن إبراهيم ناجي ده أحد شعراء الرومانسية جميل يعني أثروا في مسيرة الشعر العربي فلما يطلع أول دوان لإبراهيم ناجي فالعقاد كان صلب وعنيف فيصف شعر ده الشعر الرومانسي الذي يليك بامرأة وغدبال حررت الناعم لا مش نعمية المرأة لكن إهانة لشعر راجل زي إبراهيم ناجي فهي جي طه حسين يرد يقول له لا لكنه زي موسيقى الغرفة الموسيقى الحالمة الموسيقى الرومانسية ويدافع عن اتجاه جديد في الشعر هو ده التجديد هو ده البؤية للأفق وهو ده خلطة جميلة بين المصرية العميقة الصعيدية التي يعني اختلطت بكل هذه المعاناة وبين الخلطة الغربية اللي ما يعني ما نجرفش فيها زي ما قالوا للبعض التغريبي هو ليس له فكرة تغريبي ولكن هو أتى بما يليق بنا عشان ناخده لكن كل ده كان ليه في البداية أساس دينيا معها من عايزة أعلق عنها عايزة بقى ناحية دينية في حياة طاحسين واللي بدأ بها حياته في دراسة القرآن الكريم وحفظه في أحد الكتتيب وبعدين ذهابه إلى الأزهر والتحقه بعمود من الأعمدة أنا عايزة أقولها نقطة لحدك قلتها مهمة في أنه هو ما يبقاش فيه إنجراف تام أو تقليد أعمى للغرب وفيه رواية مثلا من طاحسين كتبها أديب بيكلم فيها عن شاب راح فرنسا لأنه يدرس وكان شغوف جدا ومنبهر جدا بأوروبا والطرق الأوروبية لا ما تعملش في فيلم ما تعملش اتعمل النهاية تغيرت فيه صح وأنه قد إيه يمكن النهاية تغيرت في الفيلم أنه قد إيه كان شغوف بها لدرجة أنه نسي مصريته وأصله ودينه وبالتالي اتضمر فهي دي فكرة أن طاحسين كان مهمة جدا أن أنت تاخد من الغرب اللي هيغني حضرتك واللي هيغني مستقبلك كوطن لسه مستقل واللي احنا بالناسب بيدي الوقت أن أي عقل مهاجر إلى الغرب ونحن عندنا وطن مليء بالعملقة في الفكر بيروحوا برا ما بيرجعوش إحنا عايزين نستقطبهم طاحسين رجعا لمصر بهذا العلم دون أن يكون هناك دعاوة للرجوع هو كان عاوز يرجع عشان يدي العلم ده لغيره بس ما تطفشوش اللي بيجي زي ما تطفش زي ما تطفش أحمد زويل وغيره وغيره في زمن جميل يا أستاذ يوسري والله العظيم ما هذا الواقع وعايز أتكلم أن أحنا المصرين كلهم عاوزين يرجعوا بس أن طاحسين ما كانش عنده الصعوبات اللي عندنا دلوقتي يعني حتى لو كان هو فقط حاسة البصر ولكنه كان عنده الكثير من التسهيلات للحصول على كل هذا كم من التعليم إحنا مش موجود عندنا دلوقتي إحنا قدام معاناة وصعوبات كثيرة ممكن تسهيلات ممكن تسهيل في مستوى السياسي لكن الحصول على التعليم أبدا يعني هو مثلا عشان ياخد بورسة أنه يسافر فرنسا قعد سنين يحارب عشان ياخدها لأن قالوا له أن أولا أنت هتكلف الجامعة كتير لأن أنت كفيفة وقدر هنا بيقعدوا سنين طويل عشان ياخدوا ده وما بيقدروش أصلا إلا لو وصلين يعني حتى دا يعني أنا بقولك لا في صعوبات دلوقتي إحنا بنعانيها كبيرة جدا يعني السلطان يخش يتدخل في لحظة ما لما كانوا عاوزين ما يده ما سفرهوش أو يرجعوه فيخش السلطان يقول له لا بصص الجميلة دي هنسمعه ولكن لازم دلوقتي نروح لفقرة تسجيلية عن الناحية الدينية في حياة عملاق الأدب العربي وعميد الأدب العربي طاه حسين الحس الديني لدى عميد الأدب العربي طاه حسين لا شك أنه متغلغل في شخصيته بحكم نشأته والتحاقه بالكتاب وحفظه للقرآن في صغره بل ولنبوغه في الحفظ والفهم والتحصيل وبعد ذلك للتحاقه للدراسة بالأزهر الشريف كعبة علوم الدين في مضمون العديد من أعمال وكتابات عميد الأدب العربي الدكتور طاه حسين انعكست بوضوح روح نشأته الدينية وولعه بالتاريخ والحضارة الإسلامية وبأسلوبه الموضعي قدم الحالة التي كان عليها المجتمع المكي وظهور الإسلام من خلال روايته العظيمة الوعد الحق والذي نهلت منها الدراما والسينما عدة أعمال دارت عن تلك الفترة وبتلك الرؤية لن أعبد سواك مهما فعلوا به لا إله إلا أنت الكل باطل ما عداك يا الله يا أحد موسيقى خاد الدكتور طاه حسين في إعادة طرحه للتاريخ وتقديمه بمبدأ الشك على طريقة ديكارت والتي بلا شك أثرت عليه الدنيا ولم تقعدها ففي عام 1926 ألف طاه حسين كتابه المثير جدا للجدل والذي كان بعنوان في الشعر الجاهلي ورأى بتحليلاته أن هناك من الشعر الجاهلي ما قد كتب بعد الإسلام ونسب للشعراء الجاهليين وأخذ هذا الأمر بحساسية لأن مفسرين قد استندوا على الشعر الجاهلي في تفسير ألفاظ وأمور لغوية في القرآن الكريم لذا اعتبروه يشكك في القرآن نفسه وأنه قد تأثر بالمدرسة الغربية في الشك والتحلل من العقيدة كما أن طاه حسين في كتابات إلى منهج الشك تطرق لأمور تخص النبيين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ورغم أنه قد عدل عن ذلك بعدها إلا أنه وقتها قد تعرض لهجوم حاد من علماء اللغة كما قاضاه عدد من علماء الأزهر إلا أن المحكمة برأته لعدم ثبوت أن رأيه قصد به الإساءة المتعمدة للدين أو للقرآن كان يقول يا خالق السماوات يا خالق الشمس والقمر والنجوم يا خالق الأرض والجبال والبحور والأنهار موسيقى يا ربي وخالقي وخالق الكائنات موسيقى ألم يأني الأوان لأرى وجهك الكريم موسيقى الدكتور طاها حسين موسيقى 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 عميد الأدب العربي الذي انفتح على الثقافة الغربية ولكن أخذ منها ما يمكن أن يؤخذ ليمتزج مع الثقافة العربية المصرية وحضرتنا الخاصة والجزور الشرقية التي ننتمي إليها عميد الأدب العربي بدأ في دراسته للقرآن الكريم وحفظه القرآن الكريم في المينيا مغاغة قبل أن يذهب إلى القاهرة في الأزهر الرحلة الدينية أستاذ يوسري كيف أثرت في حياته حسين وفي كتاباته؟ هو طبعا بلا شك اللي يطلع حفظ القرآن الكريم فخلاص هو بالنسبة له اللغة خلاص خد المنجم المهم للغة العربية اللغة والفكر والنطق كله ويعني التخاطب فخلاص هو كده خد يعني أعتقد الدكتوراه الأولانية كانت هي حفظ القرآن الكريم وده تحفظ وهو في الكتاب في المينيا ليأتي للقاهرة وهو معه دكتوراه حفظ القرآن الكريم بعد كده دخوله الأزهر اتعلم شوية لكن لأنه هو متمرد بطبعه ولأنه هو باحث عن معرفة هو ناهم ناهم في المعرفة هو باحث لمعرفة قد لا تتوفر أمامه فهو حس أن هذه مناهج عقيمة مناهج لا تتناسب مع وعايز يروح للعلوم الإنسانية أكثر ويمسج العلوم وطريقة التدريس ويمسج العلوم دي كلها مع بعض عشان يوصل لرؤية هو بيحلم به هو مش عارفها بس هو شايف إن الشكل ده شكل عقيم جدا هي هذه النقطة يا مهه اللي احنا بنتكلم فيها وإن هو كان عنده تسهيلات على رغم إنه هو من مثلا من عزبة صغيرة في قرية صغيرة أو في مركز صغير في محافظ المينيا لأن والده ساعده إن هو يسافر إحنا عندنا هنا كتير جدا في الصعيد يعني أسرهم ما بتسمح لهم شي يسافروا ياخدوا العلم الغرف لا 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 إحنا يعني مش عاوزين نيجي قوي على الأسر المصرية اللي ما عندناش النمازج دي الوقت أوسيوسر إحنا بنيت سنة تقريبا لا بس أنا بكلم ده أنت دي الوقت أحيانا في أسر بتبعت بنتها مش هقولك ابنها وما زالت هناك أسر ما بتدعم بتعلمش خالص بس هو حريك ليل إن التكلفة وكده دلوقت مختلفة تماما عن أيامها يعني هو وقتها قد أكبر قد أكبر قد أكبر التكلفة المادية التكلفة المادية في ظل الفقر الشديد جدا أصلا هي المسألة النسبية نسبية هو والده كان عامل في شركة السكر فهما طبعا كانوا فقرة ولكن كان في أفقر منهم كتير كمي جميل إحنا لانا ما بتكلمش أنا بتكلم إن التعليم بفلوس ساعتها فأي حد حيبور الأزهر مجاني الأزهر كم مجاني تخيالي حد بيسيب بلده وبيجي بيسكن وبيبقى إقامة وكذا وكذا دي تكلفة كبيرة جدا التكلفة مادية ما توقفتش أمام فكر الأب اللي بوافق إن هو يصفر ابنه اللي هيكلفه تكلفة معنوية ما هقول لحد متحرر بقى الأب كمان اللي بيحلم لبنه طب تحنا ما عندناش الأمثلة دي كتير في الواسطة بس حريك هو تحسين بما إنه كان كفيف كان ما عندهمش اختيارات لو هو هيقدر إنه يجيب فلوس عنده اختيارين بس الشخص كفيف سنة 1989 ولد ثلاث سنين اتعامة هم اختيارين الاختيار الأول يا إلا يبقى يتعلم الكرآن ويقرأ الكرآن في المآتم والحاجات دي وده ما بيجيبش فلوس كتير يا إلا يروح الأظهر اللي كانت ببلاش ويتعلم فيها يا إما دلوقتي إنه يعود في البيت لا دلوقتي ما عارش لا لا دلوقتي قصة تانا هنا دلوقتي في مصري يا أستاذ يسري في ناس كتير جدا بتعامل صاحب مش عايزة أقول العاهة أو لكن زوي الإحتياجات الخاصة إنهما كان مهمة لا فيه يا أستاذ يسري إزاي يكفي أقول للحرارتك يكفي إن عندك مدارس لا تكفي وغير مؤهلة بس أنا عاوز أقول للحرارتك إنه المصري بطبعه المصري بطبعه يقولك أبيع جلدي وعلم مولادي يعني تلك الزمان لا ومازال ومازال والتحديات بس هي المشكلة المشكلة مش في الأهل المشكلة مش في الأهل المشكلة إنه قدوة دلوقتي أو التعليم نفسه ما بقاش عامل حافظ للناس إنها تتعلم يعني أنا دلوقتي ما يبقى الحافظ بتاع إن أنا بقى لعب كورة أخذ كم مليون جنيه ولا روح عناية تعمى في كل الطب وعشان أطلع أشتغل بمئتين جنيه هو ده الحافظ والتطاع حسين ساعتها كان أمله إن إبنه يروح الأزهر إنه هو يروح الأزهر منارج الإسلام في الشرق الأوسط علشان يتعلم علشان يبقى مدرس علشان ياخد العالمية لأن العالمية دي كان الإجازة الحرم الإجتماعي معدول إن المتعلم أو المثقف أو اللي كذا في كمة الهرم اللي تحت ده لا تقليل مش تقليل من شأن أي طبقة من الطبقات لكن إنت لما تلاقي الطبقات التفايلية دلوقتي هي اللي في كمة الهرم لما تلاقي النماذج الشائعة هي اللي في كمة الهرم طبعا بس أنا أنا عاوز أقول لك إن دي يخلي التعليم في حد ذاته ليس حافزاً لأن أنا حشتغل بكام أنا حاخد دكتوراه بعد ما يطلع عيني حاخد دكتوراه مش حلق شغل في دكتوراهات ناس حملة دكتوراهات دلوقتي آلاف مش حاوز أقول مئات الآلاف من حملت الدكتوراه والمجستير لا يجدون عمل فتخيلي أنت الحافز التعليم ما بقاش مهم التعليم ما بقاش زي الميا والهواء الميا ملاوزة والهواء مليان حرق أرس لا ودي معركة تانية أقولها بعد الأستاذ الميا ما تتكلم برضو عن الأستاذ يوسري قاله إن لما هو كان في الأزهر مش بس المواد هي يعني هو كان من حظه إن الشيخ محمد عبدو كان في الفترة اللي تاحسين كان فيها في الأزهر وكان أدخل على الأزهر مواد جديدة غير بس الفقه والقرآن دخل علوم شرعية بالزبط فكان فيه مواد جديدة ودي المواد الوحيدة نقدر نقول إن تاحسين كان بيحبها أكتر ليه لأن أسلوب التعليم كان إحفز ولا تناقش كأن قدماء كانوا يواخدين طالما حاجة مكتوبة يبقى تتحفز ولا تناقش وتاحسين زي ما حدك قلت كان متمرد فكان لا بيسأل كثير والمقدسات الدينية اللي هو ده دين وشريعة وفقه فهيجب أن تصم يعني عشان كده طالما حسين قعد سنين في الأزهر وفي الآخر سقت في الامتحان سقطوه وطردوه واضطر أحمد لطفي السيد هو اللي يتوسط له ويرجع ولما الجامعة المصرية فتحت كان في الجامعتين في نفس الوقت بس في الآخر يعني كان حابب أكتر الجامعة المصرية إنه هو كان يقدر يسأل ويدي رأيه ويحاور مش مجرد حفظ وصمه هو على فكرة حفظ الكرآن وهو عنده تسعة سنين الكرآن بأكمله هنا الفكرة برضو يعني وده بيحسب لثورة الـ 23 يوم اللي فيه ناس دينية بتحاول تتنال منها إن هذه المقولة بتاعة طالما حسين اللي نفذتها الثورة لأ تنفذت قبل الثورة حضرتك 1950 انتي في قبل الثورة كان فيه مشروع الحفاء الناس مش لقية ناس مش لقية تلبس قلبية زرع هي نودي بيها قبل الثورة يا مهة نودي بيها قبل الثورة حضرتك 1950 كان وزير المعارف كان ينادي بأن يكون التعليم كالمائي والمواق كان يطالب كان يطالب كانت من شروطه إنه هو يوافق أصلا على منصب وزير المعارف إن الملك يوافق على مجانات التعليم والملك كان رافض في الأول لأنه هو كان خايف إن الناس تتقلب عليه وفي الآخر الملك وافق على مجانات التعليم ولذلك إن طه حسين قام فعلا ووافق إنه ياخد وزير المعارف وقال في خطبة إن مجانات التعليم توافقت عليها سنة 1950 فحصلت قبل الثورة أنا مش عايز أتكلم في سياسة أو تاريخ سياسي بس أنا أتكلم على التواريخ وواقع حصل أنا في فكرة إن أنا أنادي بحاجة وتتنفس في حاجة تانية يعني أنت حرق قلت خمسين علشان تخش سياسات وتتنفس لازم تأخذ الوقت بس في نقطة مهمة جدا هي قلتها دلوقتي إنه هو اشترط قبول الوزارة بهذا الشرق والبالك رادس أو نزل على عالفة إنه عايزين انت تخلوني أقول إنه هو مش مؤمن أصلا بفكرة ده هو مؤمن بحاجات التعليم لا إحلامك وإحلامك هو أعلن مجانات التعليم أعلن أنا أتكلم أقول لحضراتك حاجة أنا دلوقتي سأعلن من هنا إن مصر دخلت أسرع النووي بس حضرتك مين حضرتك لدي رأي أحلامك لا لا بس بس إكمل لحضرتك بس أنا دلوقتي تخيليني أنا وزيرة البحث العلم وحقول أن مصر سوف تدخل الآن البحث النووي وحتعمل دلوقتي أكبر مفاعل نووي في العالم الحكومة هتقول لي شكرا أنت قلت الكلمتين دول فين الفلوس اللي هندهلك عشان نعمل ده عفواً أنا أقصد أقول محدش بيقول قبل ما فيه تخطيط لا عفواً لا 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 بص عاوز أقول لك فيه فرق بين الفكر أو الإرادة أو كذا وفكر بين الإمكانيات الواقعة لا وفي لغة مهمة كمان هي إيمان الحاكم أو الرئيس أو صاحب المنظومة الحاكمة بهذه الحقية للناس الحرية التعليم أو مجانية التعليم أو المشروع الزري أو المشروع الكذا الحاكم إذا اقتنع برغبات شعب أو بالمتطلبات المتطلبات اللي احنا محتاجينها عشان ينمو أو ينهض هذا الشعب أكيد هيبقى فيه اختلاف لكن هو لو مش صاحب مبدأ ولهو مش مؤمن بقضايا خلاص شكرا أنا عاوز أقول للحرية لك ما قالت الأستاذة قالت أنه هو كان الملك مش عايز هو نظير ولكن أول ما نوافق أنا أول ما نوافق أنا أتكلم في فكرة في فكرة إيه يا أستاذة أنا أتكلم في فكرة هناك فارق بين أن أنا أعلن حاجة وبين أنها تتحول لواقع ملموس لا دلوقتي لا دلوقتي لا 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 أنا أتكلمني من دلوقتي لأ سميني من دلوقتي أنا أتكلم على فترة فعلا تحول حلم طه حسين إلى واقع عملي أنا أتكلم في فترة الخمسينات والستينات عادة قد إيه � ... الصم حق نحق حلم طه حسين وفعلا ما نادى بيه قد نفذ على أرض الواقع لم ينفذ التعليم إن هو يبقى كمجاني هو حذاك التعليم مجاني النهار لا أنا بقول قد يمن الوقت خمسينات ستنات ونص السبعينات كمان أنا عاوز أقول لحردك أنا دخلت في معركة في جريدت الجمهورية مع الدكتور مفيد شهاب أيام ما كان وزير التعليم العالي والبحث العلي عمل فرض ساعتها كان فيه مشروع الكلام ده في نص التسعينات علشان يخلوا الدراسات العليا بمصاريف كان هناك مشروع وتنفذ بعد كده بشكل أو بآخر فأنا قلت وكتبت في مقال مهم وعدة مقالات ودخلت في معركة مع مفيد شهاب وما أدركي مفيد شهاب ونظام وقتها قلت من الغريب إن اللي قائد على كرستها حصين اللي كان بينادي إن التعليم يبقى كالماء والهواء هو اللي يقول هنحط مصاريف دي نمرة واحد نمرة اتنين قلت يا دكتور مفيد أنت واحد من المعسكر الاشتراك اللي هو للثورة ما كنتش تعليم حضرتك بس ما تفنطش من أني وزير لأن كل الوزراء السابقين كانوا يعني جزء من منظومة منظومة فشل التعليم في مصر ووصلنا لهذه الحالة المتردية ليه بقى؟ ليه بقى؟ آنحد جهل مش هنفنت بقى دلوقتي لان احنا عايشين في ازمة بقى 40 سنة انا في ازمة وانا بقول ان احنا احسن ما يمكن انا بقولك شوفي الفكرة بتاعة الدكتور طه حسين جات ثورة نفزتها جات جزء من الثورة بعد كده انا احب اقول ان طه حسين ومجانية التعليم اعلنت ومش اعلنت كلام فاضي اعلنت وكان مخطط لها وليها موازنة سنة 1950 وفي حاجات كتيرة جدا بتنسب لطه حسين اذا كان ايام ثورة 23-52 او ايام 25 يناير او 30 يونيو ففي حاجات كتيرة بتتقال عن لسان طه حسين في منها الصحيح وفي منها الخطأ ايه مثلا دلوقتي ناس كتيرة ان مثلا مجانية التعليم اتنفزت بعد الثورة انا بقولت اتنفزت انا قلت طه حسين الايام دي ناس كتيرة بتحب تتكلم فيها ان كان فيه عداوة ما بين طه حسين والاخوان المسلمين وهدم المتمثال بتاعه في المانيا حذرك قلت نقطة مهمة جدا ان وقتها ان كلمنا ازاي ان احنا نختلف في الرأي ونتحاول فيه مثلا من ضمن الجوابات اللي عندنا في البيت جواب ما بين حسن ببنة كاتبه لطه حسين بينتقد فيه مستقبل الثقافة في مصر بكل احترام بينتقد وهو فكره مختلف تماما من اني وجهة نظر ان مثلا تعليم الدين في المدارس ان اللغة تعليم اللغة ان هو مثلا من حسن ببنة كان شايف ان البنات وراد لازم ينفصلوا يعني فيه عراء مختلفة تماما عن طه حسين هو بينتقد برضو النقطة المهمة احنا تنقشنا فيها اول حلقة هي ثقافة تغربية يعني كان شايف ان طه حسين هو مورد ثقافة تغربية لمصر لا لا كانت عن السياسات التعليمية نفسها زي ما بقول لها ذاك مثلا ان اذا كان البنت تتعلم امتى اللغة التانية تخش في التعليم فالنقطة اللي انا عايزة اقولها ان كان في حوار بينهم يعني رغم اختلاف شديد جدا بين افكارهم ان قدروا ان هما يتحوروا مع بعض اذا كان في جورنال او في خطاب بدون تشدده بدون تعصب لا بس خلي برضو برضو احنا بنذكر وقاية تاريخية وصلت بعض القضايا اللي رفعت ضد دكتور طه في الجامعة واتهمته بالكفر والزندقة فإذا انت عندك بس مش حسن البنة لا انا رصد انت عندك مجتمعات دايما بيبقى فيها اتجاهات محافظة وفيها اتجاهات كذا المجتمعات مش هتتقدم الا بقادة التنوير يعني القادة اللي هما تتكلم على بعض الاشياء التي نسبت مؤخرا لطاعة حسين لشخصية طاعة حسين ولم يرد عنا فهي بترد على النقطة دي لا ما هي فكرة الحوار اصلي بص على فكرة كل ما كنت متعمقة في الفكر اللي انت فيه سواء من اقصى اليمين لأقصى اليسار واخد بالحضراتك كل ما كنت متعمقة حقيقيا مش قشرة مش عصات هتقدر تؤمن بالاختلاف وتؤمن بالخوار وتؤمن بالنقاش ما يختلفش او ما يرفعش السيف او ما يرفعش الخنجر الا الضعيف الا العاجز زي اللي يضرب فيبقى عاجز عن الحوار لما نقدر ما نقدرش نقنع بعض بالحوار النقطة المهمة بالنسبة لي دلوقتي انت بتقولي على مجاني التعليم اللي لم تنفذ هي نودي بها قبل الصورة نفذت او لم تنفذ ده لانا هعرفه منك انت شايفت زيكا واحدة من أسر طاعة حسين ان هذا الاساس الذي اختار طاعة حسين لتولي وزارة المعارف وقتها عشان ينافذ لم ينافذ لي انا يعني انا بكلم دلوقتي انه وقتها كان كان بينفذ لا المنت تقدي ايه يا مهة انا معرفش بصراحة اه معرفش خمسين هو خمسين يعني خمسين لما يبدأت الصورة قامت في يوليا اتنين وخمسين يبقى انا كان فيه سنة ونص هل السنة ونص دي لا مش سنة ونص احنا شو بيكلم انا بكلم ان كان فيه مجانية تعليم لغاية تقريب ان سبعينات لا 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 انا مش بتكلم على كده يا بتكلم ان قبل سنة خمسين لا انا مش بتكلم قبل وبعد انا بتكلم المشروعات لا وما زالت المجانية على فكرة بس مجانية واهمية مش بس مجانية هي كمان زي مقول هذيك فكر التعليم نفسه يعني من اهم القرارات ان نسبة الموازنة العامة اللي رايحة للتعليم تبقى ايه يعني انت هتبتدي من دي لان انت زي مقول على قد الحافك مد رجليك صح انت لما بتبتدي بانك عندك النسبة دي انت هتعليمي الملايين التلاميذ دي كانت 15% وعدد مصر وقتها كانت تقريبا 20 مليون يعني 13-15 حاجة كده بس على فكرة برضو بس برضو عشان نكون يبقى فيه دقة ان نسبة الامية ايامها كتعالة كتير من دلوقت لا والله نسبة وتناسب يا مها لا نسبة دلوقتي حاليا يعني اللي الحكومة بتقول عليها 40% اه بس اربين في المائين بحشره ويكتابه وقتها كانت اكتر كتير بس بانا بقول في نسبة وتناسب 40% بالنسبة لـ 90 مليون ووقتها حتى لو 60% بالنسبة لـ 15 مليون لا لا استاذة بتتكلم عن نسبة بس انا عاوز اتناقش في مفهوم الامية الامية كانت ساعة دكتورة عصين او في الخمسينات او الاردنات امية الكتابة دلوقتي الامية امية مش التعامل مع الكمبيوتر خلينا ان كانت الامية الفكرية استاذ يوسرياني مثلا تحصل لما اقدم رائعة دعاء الكروان اعتقد ان دي كانت امية فكرية وامية عادات وتقاليد مثلها فيلم من اروع القصص اللي احنا كلنا بحبها واللي جاب قصة رومانسية رائعة جدا ولكن هو يعني هو لا يدس السم في العصر ولكن يدس المبادئ فيه الرومانسية فقال لنا قد ايه الجهل عمل ايه في هنازي اللي هو الفيلم الشهير وحنوينها نادي وما لغد دلوقتي بنكرر نفس النقطة واللي ماها برضو بتقول ان الختام او في نعلة بتاعت الفيلم ما كانتش هي نفس النهاية بتاعت الرواية في الاثنين فدعاء الكروان فخلينا نتكلم عن الامية الفكرية دي اللي هي كان بتواجه من ايام تحسين وحتى الان هي ما زالت قائمة هي بص يا حضرتك انت اصلها هي حلقات مفيش حلقة بتنفصل عن حلقة يعني مش ممكن يبقى مفيش امية فكرية فيه امية فكرية وفيه نظام تعليمي كويس مفيش صحة كويس مفيش بحث علمي كويس انت كان هناك مخطط لان مصر تنهار فلاني ما كانش يقدر بعد حرب كتوبر يخش بقوة عسكرية بشكل واضح فبدأ ينخر السوس يرمي السوس ينخر في الجسد المصري ينخر من خلال ايه ان منظومة تعليم تنهار ومين اللي بينخر الاعداء اللي مش عاوزين مصر تتقدم سواء كانوا هم بادواتهم المباشرة كان قبل كده ما بتيجي جيوش كانت جاية العادو كنت عارف وانا بحارب اسرائيل بشكل مباشر هذا هو العادو لكن لما بقت الحرب المباشرة دي مصر في تتوصفين لدرجة ما قدرت تعمل معركة وتقدرت كذا فبدأ الصراع تحول الى صراع خافي ان انا احط ناس ضعفاء او ناس جهلة على قمم المجتمع المصر فيخلوا منظومة تعليم تنهار منظومة الصحة تنهار منظومة بحث علمي تنهار صناعة تنهار زراعة تنهار فالدولة تنهار في الشكل الاخراني فتبدأ تظهر الامية الفكرية والتطرف والدهل والارهاب والعنف وكل البلاو اللي انت ممكن تصوري عليه يعني انا في احيان كتير اقول لو كانت اسرائيل دخلت احتلت مصر ما كانتش هتعمل فينا اكتر من اللي عمله تعليم 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 سطحي لا يعني ما ينفعش يخش في اي منظومة عمل عالمية احنا بقى بنتكلم في منظومة يعني ايه تراكمية يعني طبعا اتعندك تراكم تلاتين اربعين سنة تلاتين اربعين سنة انت بنحصد هذا المراس المر وبعدين تخيالي انت اللي في نص اللي تولد سنة 75 او 77 لما بدأ الانهيار يحصل تخيالي بقى عنده كم سنة دلوقتي اختبال حديث يعني فتخيالي ده هو حصاد هذا المراس المر احنا بقى حصاد هذا المراس المر احنا السبعينيات اختبال حديث لكن فكرة انت كنت في الخمسينات والستينات اللي الاستاذة بتقول يعني ما حصلش في الستينات وكده كل الناس اللي كانوا بيطلعوا من مصر في دول اوروبا كانوا بيعاملوا زي التعليم هناك يعني محج ما بيقولوش اعمل لك معدلة ولا اعمل لك لانه مستوى التعليم عندك جامعة القاهرة كانت من الجامعات المعترف ديها عالميا حبري بتتكلم على جامعة يعني دلوقتي انهارت تلعت من الخمسمية طه حسين خارج الخمسمية توسط له احمد لطفي السيد وعلي مبارك هو من صح حل مواد وسلطان حسين كامل فانا بقول لحبريك انت منظومة ومع ذلك كان على الجانب الاخر يعني علشان برضو السورة ما كانتش وردية هو ما كانش الدكتور طه ماشي على رمل وورد لا ده كان فيه شك وكان فيه ناس عاوز اتعرقلوا وفي ناس تقول ايه اله ففترة هو ترفض بننصب العمادة اربع مرات اربع مرات انا نكلم على النقطة دي ولكن نروح دلوقتي لبرومو تسجيمي عن رائعة من رواقع عميد الادب العربي طه حسين دعاء الكروان ونجع لكم جانب دعاء الكروان رواية لعميد الادب العربي طه حسين حولتها السينما المصرية الى فيلم سينمائي من اخراج بركات عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وصاغ له السيناريو والحوار يوسف جوهر الاحداث تدور كعادة الدكتور طه حسين باسلوب حكي السيرة الذاتية كانت الريفية امنة هي محور الرواية ومع ذلك ومن خلالها تعامل طه حسين في سرد ونقض سيرة مجتمع كامل بشخوصه المقموعة والقامعة وما فيه من قهر وظلم وقبلية وصلابة عقل رومانسية طه حسين تظهر هنا حيث عاد من اوروبا ليرى المجتمع ببصيرة الناقض المستنير الذي يسعى لاحقاق الحقوق فيه وتعديل الواقع بجرأة واسرار تطرح الرواية بجرأة قضية الظلم الواقع على المرأة العربية والريفية خاصة في ظل مجتمع جاهل لا يرى في المرأة سوى انها عورة لا بد من حجبها عن العالم ويخطئ الرجل ويلحق العقاب والاثر على النساء حيث كتب العميد عن نسوة ظلمنا في زمن الرجل هكذا صغطاها حسين روايته المستنيرة في مواجهة مجتمع اخطأ منذ البداية في حق المرأة فرآها عورة لا بد ان يحجب حتى عقلها وآدميتها ورآها عارا يجب ان تعاقب عليه بعد ذلك دعاية كروان قصة من قصص أوروات عميد الأدب العربي دكتور طا حسين اللي حواليتها سنة من مصرية عام 1959 إلى فيلم سينمائي من إخراج بركات وكتب سيناريو الحوار ليه كان يوسف جوهر دعاية كروان كان من الأدب الجميل اللي قدمهن عميد الأدب العربي حول قضايا المرأة ووقتها كانت لم تتناول بعض الكتابات هذه القضية إلا من وجهة نظر المرأة الرومانسية الحبيبة المحبوبة العشقة المعشوقة ولكن بقضية هامة كمثل هذه القضية تناولها عميد الأدب العربي طا حسين أعتقد أنه هو كتب أو اهتم بكتابات المرأة كتير يما بالضبط أنا لست كنت أقول لحباك أن في روايات كتيرة هو كتبها من يعني بيكتب كأنه امرأة بتحقي قصتها فأخذ كتير يعني اتكلم كتير عن معاناة المرأة في مجتمعنا ومش بس زي ما حديك قلت من المنظور الرومانسي والحب ولكن أيضا امرأة كأنها زيها زي الراجل في الفكر وفي الفكر شريحة مجتمعية موجودة لها بعد المشاهد بالضبط وطبعا طا حسين وأحمد لطفي السيد كانوا هم أول من أعطوا شهادات للسيدات المصرية في الجماعة المصرية يعني أول متخرجات من الجماعة المصرية وقتها كان أيام مطاع حسين وأحمد لطفي السيد كانوا مسؤولين في قان الجامعة وبنته أمينة اللي هي جدتي كانت برضو من أوائل الناس اللي حصلوا على شهادة جماعية في المصرية طبعا كان مهتم جدا أو شايف إن المرأة دورها زي الراجل بالضبط وعلى شكده برضو أنا قريبت قريب كتاب سيرة هدى شعراوي وبتتكلم كتير عن العلاقة مع طا حسين في محاربتهم لقضية المرأة وده ممكن نقول إن فيه على أقل جزء من الفضل بيرجع لعلاقته مع زوجته اللي هي سوزان برسو إن زي ما حضرك قلت ما كانش كله وردي لأن حسين لما سافر يدرس برة لقى إن رغم إنه واخد دكتوراه من مصر وراح يدرس لسانس يعني حاجة مفروض يعني أقل لا إن هو غير مجهز إن هو يدرس علشان التعليم مختلف تماما وطبعا الفرنسية ولأ إن هو لازم يتعلم اللاتينية والبريل بالضبط فطلب إن هو يلاقي حد يقراله الكتب فسوزان ردت على الإعلان ورحت مع والدتها علشان تقراله الكتب تساعده على الدراسة وفعلا ساعدته كتير جدا في الدراسة قصة حب سوزان وطا حسين كانت فعلا قصة يعني حقيقية ولا إحنا شايفنا إن هي قصة خيالية بكتبات طا حسين لأ كانت حقيقية فعلا لإن أنا كتاب سوزان بعد ما توفى طا حسين كتبت كتاب معك ورغم إن هي فرنسية وما كانتش بتقرأ وتكتب عربي صممت إن الكتاب ينشر بالعربي لما ينشر ولسه منشور من سنتين بس بالفرنسية ولو حذيك أريتي يعني كأنك بتقري كتاب رومي وجوليات يعني مثلا أقول لحضرتك من الصعوبات اللي وجدتها حسين إنه هو كان جغرافيا بالذات بالنسبة له التوبغرافي كانت صعبة جدا لأنه هو لما تقولي مثلا وادي أو جبل أو هو اتعامل عنده ثلاث سنين بالزبط فهي ساعدته عملت إيه؟ جابت كرتون وعملت التدريس بالكرتون وخدت إيديه علشان تتوذيله وهو بعد كده لما رجع مصر رجع الجامعة كان بيدرس جغرافية اليونان وكان بيجيب بياخد معاه التدريس الكرتونية دي فعلا للجامعة لأنه هو بيدرس التاريخي اليوناني أو بيدرس الأدب اليوناني فلابد أن يعطي للطالب هي اليونان دي فيه؟ هي فيها إيه؟ صحيح وفيها جبال فيها بحراتها وحتى في أعماله كنا بنشوف أنه بيوصف الحاجة وكأنه رأىها رؤى العيني لكن أنا عاوز أضيف للأستاذة مهاء في حكاية المرأة في ضعاء القروان بيتكلم على فكرة الضحية إحنا دايما الضحية يعني إحنا دايما بنيجي على الضحية ما بنجيش على الجامع صحيح والغادي الوقت لو البنت تحرش بيها فسألوا لا إيه اللي نزلك لا نتحرش بيها فهو كان أنا بعتقد الجزء المحوري في قصة ضعاء القروان أمنة دي اللي دعك عليها طليق حر يعايش وهي دفع التمن تمن هذه الجريمة رغم الجريمة دايما هنادئة الجريمة لها طرفين صحيح فليه بدايما بنحاكم طرف واحد هو الطرف الأضعف اللي هو المرأة فهو كان بيدافع عن المرأة فجأت امرأة قوية تانية أمنة إنها تيجي تتخذ بحقها وكذا لكن في النهاية برضو عاطفياً حاست إنها يعني أمام معضلة بين قلبها وبين أخوتها لا إن هي ماتت في سلاح الحب إن هي حتى أمن على الصناف الفيلم قالت إن هي أختها ماتت عشان كانت بتحبها وكانت عاشقها بالضبط لكن الجزء بقى الفلسفي أنا أنا في حاجة كانت دايماً بتهزيني هذا الفيلم من الأفلام كلاسيكيات السينما المصرية واللي أصارت فينا كلنا كأجيال أنا ما زلت حتى الآن رغم أن أنا شوف تمقات المرات كل ما شوفه لازم أعود أتفرج وأتفرج يعني وأبكي في لحظات فكرة صوت القروان لمن يقول إن هو ضد الدين وضد البلاد يا عمر حمني ده فكرة دعاء القروان لك 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 يا صاحب الملك ولما بتقولها حتى فاتن حمامة بتقولها فكرة هذا دعاء القروان هذا السحر الليلي اللي بيسبح الليل ده جزء أنا قدام واحد فيلسوف ومتدين إلى أقصى مدى بعيداً عن حتى رغم أنه هو إذا ما بقول تعمك بالفكر الديكارتي وتعمك بالغرب وتعمك بأفكار يعني دنيوية ولكن الأفكار الدينية تملأه بالضبط لا وزي فكرة إيه زي فكرة إيه الإيمان عن معرفة أفضل من الله عند الله من الإيمان عن جاهل يعني أنا لما أصل إلى الله بالعلم والمعرفة أفضل بكتير جداً إن أنا معرفش وبقول آه ربنا إيمان فهو وصل إلى الإيمان من خلال ثقافة ثقافة واسعة وثقافة موسوعية ومسألة إن أنا منقشة البديهيات ومنقشة الأشياء دي لا يعني إن أنا بقيت كافر كافر أبو العرخ يعني زي ما أحدك قلت إننا قوي قوي وأصل إلى أفاق المعرفة وموراء المعرفة بالنسبة لنقطة الإيمان والثقة في الإيمان والثقة في الدين أن طاعة حسين طبعاً لما تزوج من سوزان هي كانت كاثوليكية وخالها كان الزبقس كاثوليكي وطبعاً لما هو طلب منها الزواج ورح يقبل العيلة إحنا بنكلم في سنة 1900 وبتالي 14 يعني في حرب العالمية الأولى يعني هي جايباً لهم واحد مصري يعني جاي من أفريقيا من بلاد تعتبر متخلفة بالنسبة لهم وقتها أعمى وكمان كفيف لا بيتكلم فرنسيوي بس كفيف كمان فطبعاً ومسلم مسلم وأعمى وكفيف يا صاحب ومصري فلكن هو اللي أقنع والدتها والدتها كانت متوفي في الحرب اللي أقنع والدتها هو خالها القصة إن هو قبله وتكلم معاه واقتنع به وهي ظلت على دينها فضلت متدينة وبتروح الكنيسة وهو ظل طبعاً على دينه طول حياتهم وكان من القصص اللي اسمعت خالي وخالتي وممتي بيحكوها إن كان لازم كل يوم الصبح يسمع كرآن ممنوع يعمله دوشة عشان هو بيسمع الكرآن وهي كانت بتروح الكنيسة ولحد ما توفت كان فيه صليب فوق سريرها لما رحت المستشفى طلبت من ابنها يجيبه لها اللي متعلقة جداً به مع إنها مع رجل يعني متعمق دينياً بالزبط وهي يعني هو متعمق دينياً متعمق في الكرآن ولكن طبعاً قاري للثقافة قاري التوراة وقاري كل رحابة الفكرة وللأسف هي بعد كده طلبت إن الصليب يرجع تاني للبيت والبيت قهدى كمتحف لكن للأسف حالي تروحي بمتحف النهاردة الصليب مش موجود ليه؟ رحابة الفكرة ممكن تسأله للمتحف بس أنا قاضي أقول إن إحنا بتيائي دلوقتي حتى في إيماننا وفي ديننا قد إيه لازم يبقى عندنا ثقة في إيماننا ومفهوم لديننا اللي مش أي حاجة يتكلم في الدين نخاف الدين مش ضعيف قوي كده ولا أي رمز ولا أي حاجة ولا أي ورقة لا تأثر على ديننا وعمق ديننا وإيماننا النقطة الخاصة بتعليم المرأة وأنت قلت إن طاعة حسين يهتم جداً بتعليم المرأة جدتك لما التحقت بالجامعة المصرية هل تدخل طاعة حسين في اختياراتها أو في توجيهها حتى من بعيد أو من قريب؟ لا لا إطلاقاً بس طبعاً أكيد هو كان ممكن يأثر لأنه كان بيحكي لهم وهم صغار طبعاً قصص يعني أنا خالي كان بيحكي لنا أنه هو لما كان صغير كان بيأخدوا إحنا بنهاشتك العيال بنغني لهم تعليلي أبطة وأغاني هايفة كده هو كان بيقولك شعر جاهلي للطفل فطبع أكيد اتأثرت من من كراءات والدها ووالدتها فهي درسة لاتيني ودرسة تاريخ لاتيني بيتهيق لي لو أنا ما كنتش غلطانة وقبلت زوجها كان محاضر في الجامعة كان بيحاضر في الأدب الفارسي اللي هو أصبح محمد حسن زيت أصبح بعد كده وزير خارجية من مصر مين من عائلة طه حسين يعني خد هذه النزعة منه النزعة الأدبية هو أول نزعة خدناها كلنا كيف نحن نقول لأ نقول لأ كله يعني أنه نتحور وفعلاً نحن نتضقق في المصادر المعلومة بس بالنسبة للأدبية أنا خالتي هي بتكسف جداً بس هي بتكتب لكن ما بتنشرش ومامتي كان بتكتب شعر وكان بتترجم برضو كتب يعني ما فيش حد بيكتب ولا بيترجم بشكل منشور أو معلن والدتي اتنشر لها الترجمات بتاعة طه حسين معذبون في الأرض وأديب هي ترجمتهم للإنجليزية واتنشرها لكن ما فيش أي دلوقتي أي أعمال بتنشر أو هدبياً لطه حسين حتى يعني بعض الأعمال مش موجودة دلوقتي مش متوفرة كثير لا أنا فكر حديقة تكلمي على لا أنا ده خلاص لا هو للأسف كتب تاعة حسين حديقة يعني لو روحتي بمكتبات هتلاقي صعبة جداً نكتلقين ليه بقى النشر إحنا للأسف يعني يعني توجهنا للنشر هو دار المعارف إن إحنا حابين إن هم ينشروا الكتب أكتر إنه يعيدوا طبعها لو لم تطبع لكن للأسف ده ما حصلش وإحنا حالياً بندور فعلاً على نشر لكتب تاعة حسين ولكن الحاجة الكويسة إن إحنا نشرنا الكتب إلكترونياً اللي هي الإي بوكس الإلكترونيك بوكس مع مؤسسة هنداوي للنشر وده بدون أي مقابل مادي فأي حد حابب إنه يقرأ كتب تاعة حسين يقدر إنه يلاقيها على موقع مؤسسة هنداوي كإي بوك طب ليه أستاذ يوصل ممكن ناخدها في الجمهورية ناخد كتب تاعة حسين في الجمهورية وبوصفه رئيس تحرير الجمهورية ليه ما يبقاش فيه تعاون كده ليه ما يبقاش في إحياء لهذه السيرة يعني أنت لو سمحتي لي أنا ممكن أطرح فكرة تباعة كل أعمال طاعة حسين في الجمهورية وتبقى الجمهورية بيعتباره أنه هو رئيس تحريرها فيبقى يعود إليها زي ما رحلها وهو يعني على الحياة هو طبعا لسه مازال بيننا لكن إذا كان جسدياً كان فيها رئيس تحرير فيعود إليها فكرياً بمؤلفاته وكتبه وده سمحتي لي أنا ممكن أتبنى الفكرة دي لو أنت حبيت يعني ياريت لو فيه طريقة للنشر والتوزيع بقيمة قليلة لأن طبعاً هذه كانت من أهم الحاجات أنت هو حسين أسس سلسلة إقرأ أنه هو أيامها كانت الكتب غالية فأنه أسس سلسلة إقرأ علشان الكتب تبقى في المتناول بالزبط الجميع طب فيه أعمال ما تنشرتش أصلاً لا لا كله نشر كله نشر ولكن فيه أعمال لم تكتمل نعم فيه أعمال لم تكتمل طبعاً بس لم تنشر إذا لم تكتمل طب دي ما ينفعش أن نقدر أن إحنا حتى ننشهرها يا أستاذ أمان آه ياريت دي أولاً بتبقى مفيدة كمان للبحثين بزراب طبعاً يعني بتبقى وبعدين في النهاية يعني عفواً ما بتبقاش ملك للأسرة طبعاً طبعاً ملك للفكر وملك للفكر فأنا أعتقد لو ده لو أنت حبيتي برضو ده وده إحنا فعلاً أهدينا نسخة رقمية بكل الأوراق ومنها الكتاب اللي هو لم ينشر العالم الكرآن اسمه اللي ما كتبت الإسكندرية علشان ينشر رقمياً على الموقع وبردو أن الناس تقدر توصله كل الناس مش بس في مصر ولا كفاءة حتى في العالم أي باحث لأن حداك كلمت عن البحث دي نقطة مهمة إحنا يعني فيه أنا ما مرضيتش عيدها لا لا بس النقطة مهمة أقول إنه أدناش بحثة أصلاً ما قوليه من أحد الأسباب إن لو فيه حد بيبحث يعني فيه دلوقتي حد طالب دكتوراه في جامعة مجيل في كندا جاء للعيلة علشان بيجمع معلومات عمتها حسين لو حدك تعرفت المعاناة اللي بيعنيها عشان يوصل للوثائق لازم تصريح أمني علشان يقدر يوصل لوثائق مفروض أن هي خلاص يعني إيه اللي موجود عندكم في العيلة إحنا ما نعرفهوش يا ماها يعني إيه اللي موجود عندكم من ترستها حسين مش موجود في مدحفه أو إحنا ما نعرفش عنه حاجة يعني مثلاً زي الجواب اللي أنت قلت أو بعض مقتنائاته الشخصية أو كتاباته اللي بخط إيده مثلاً فيه يعني خطابات كتير من المعجبين وكتير منها مؤثر زي مثلاً فيه واحد كاتب له مش فاكرة من أني بلد سعيدية بيقوله أنه أرى مؤخراً أن الطب تقدم وأنه هو حابب أنه هو يهديله عينيه لو يقدروا يزرعوا يعملوا عملية زراعة يعني يعني هذيك الجوابات اللي هي بتبقى من ناس اللي مش معروفة هي أكتر جوابات بصراحة بتأثر بتهزنا إحنا فيه طبعاً برقيات بقى لذيذة زي مثلاً برقيه من أم كالسوم بتشكره على كتابة أحلام شهر زاد لأنها كتقرتها وعجبت جداً بيها فيه العقاد وهو رغم أنه هم كانوا مختلفين في الأراء لكن كانوا فعلاً بيكتبوا لبعض كتير وبياخدوا أراء بعض في الكتب توفيق الحكيم برضو هو كتب ودي برضو حاجة ناس كتير ما تعرفهاش أنه هو كتب مع توفيق الحكيم كتاب اسمه القصر المسخور وهو حالياً بيعد كمسرحية يتعمل المسرحية فالخطابات والجوابات من ناس مشهورة بحاولتوش تنعملو خطابات من وإلى طاعة حسين أقم علشان كده هذيك إحنا حالياً فعلاً أهدينا نسخة رقمية لمكتبة اسكندرية وعملت يعني عرضت بعض الوثائق دي مؤخراً وهتتبعها في كتالوج والأهم من كده أنها هتحطها على الموقع علشان الناس تقدر توصلها مين المهتم في العيلة بتجميع تراث طاعة حسين أنا نخطف حضرتك ونبدأ نتفق نعمل نتبع ما عوني المتحدث في الوقت الآلمية نتبع كل تراث طاعة حسين هو أنا اللي متدبسة في الموضوع لو نقدر نقول لا بالعكس دي يعني أنك تحفظي على طراث طاعة حسين أنت بتحفظي على جزء من طراث مصر طراث قومي طراث قومي ده طراث قومي ولا أبالغ إذا قلت طراث إنساني يعني لأن قليلين جداً اللي في قومي طاعة حسين على المستوى الإنساني وعلى المستوى العرب فيه يعني فكرة النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها نقطة المعارك الفكرية يعني تخيالي طاعة حسين ما يبقى في وسط العمالقة العقد والمزني وتوفيء الحكيم وتوفيء الحكيم وتخيالي بقى لما يخشوا في معارك فكرية تخيالي إن كنتي تستمتع إزاي يعني أنت القارئ لهذه المعارك يشعر بمدى الرساء للحالة اللي احنا دخلنا فيها والله أنا مرضيش أتصدى لهذه الحالة أبداً يعني اللي احنا فيها يعني حالة المعارك الفكرية إن كنتي يبقى فيه معاركة معاركة فكرية على مستوى رفيع على مستوى رفيع مهما كانت حدة لكنها في النفس الوقت عميقة أنا ده ما أشد احتياجنا لطاعة حسين والعمالقة لمعارك إحنا في أشد الحاجة عشان نوصل لعقل مصري جديد وفكر مصري جديد وحدك قلت حاجة مهمة جداً عميقة إن إحنا لا نكتفي بسطحية الأجياء ولكن نتعمق فيها مهى عون حفيدة أو أحد أحفاد عميد الأدب العربي طاعة حسين وأستاذ يسري السيد الكاتب الصحفي إحنا بنشكركم جداً على وجودكم معنا النهاردة حاولنا في الحلقة قديمة نحن نكون في رحاب عميد الأدب العربي طاعة حسين نحن نستحضر هذه الشخصية لنقارن بين هذه الأيام وبين الأيام الخوالي زي ما نحن بنقول طبعاً لا وجهة للمقارنة بين من أسسوا لبناء مجتمع فكري كبير ومن يحاولون الآن ولكن يعني أعتقد أن المعطيات قليلة شوية نتمنى أن نأخذ ولو قليل من اهتمام أمثل تحسين وعملقة الأدب والتعليم في مصر والفكر والثقافة لتدعيم وتنمية وتطوير مصر وقتها نحن نعمل ده لأننا في أمس الحاجة لمثل هذه الشخصيات ومثل هذه الرموز الثقافية والأدبية والاقصادية والفنية وكل الرموز التي أثرت مصر وأثرت الحركة المصرية بصفة عامة نهاية تكون موجودة دلوقتي شكراً لكم وتصبح على خياته شكراً لكم 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 شكراً لكم